ترأس وزير الخارجية سمح شكري ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أعمل دورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالدوحة وخلال افتتاح أعمال اللجنة العليا نقل شكري تحية الرئيس عبد الفتح السيسي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومة وشعبا بدوام الرفعة والتقدم وأكد شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص همة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية التجارية الأمنية والفنية بين البلدين من جانبه رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بن عقادي الدورة الحالية لللجنة العليا المشتركة بين البلدين والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون السنائي لأفاق متميزة وفي ختم أعمال اللجنة تم توقيع على مذاكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة شكرا